رسالة تقول زوجي ما يهتم بي يخرج طول النهار ويأتي متأخر ويخوني ماذا أعملت عبت كثير يا شيخ يعني مشغول عنك وكمان يخونك وش أسوي أنت حر أختي أول شيء يا أختي نسأل الله له الهداية أنا وإنتي ندعي له في الهداية الله يهديه ويشرح صدره ويتقر عينه ويرده إليك لكن الله أعطاك اختيار يا تصبرين والله يهديه يا تخلعيه وتطلب الطلاق للضرر وأنت لا يعقل بك هو يخونك وينام مع نساء وينقل لك أمراض وأنت ساذجة صراحة أنت منتحرة يعني تخيل أنت تعلمي أن زوجك يعاشر نساء والعياذ بالله فيأتي بأمراض إليك وانت تقولي والله زوجي يخلني شو أشي أسوي انت ساذجة هنا ساذجة فأنت الله أعطاك اختيار إما طلاق للضرر ترفعين عليه قضية أو تخلعي وانتهى الموضوع لا تكوني ساذجة يعني لماذا هذا التغاضي عن الرجل والله أنا لست رجل دين أقول لك يصبري أكون أنا أكبر نصاب إذا قلت لك يصبري إذا قلت لك ما علي يصبري إذا قلت لك لا بيتم زوجك تدري ليه لأنه خاف عليك ينقل لك أمراض يعني لو أنه مشغول عنك أقول لك يصبري لو أنه ما أخذت الدنيا بالعمل أقول لك يصبري لكن مشغول ويهملك ويخونك وينقلك مرض لا اسمحي لي أنا أكون مجرم لو قلت لك يصبري فأنت بالخير الله أعطاك يا إما طلاق أم خلع أو تقولوا يا تمشي عدل وتمشي صح يا أنا هذا فراق بيني وبينك وانتهى الموضوع نعم الله أعلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة